السلام عليكم ورحمة الله احنا بدأنا الرحلة السلام في رمضان في المحطات التلاتة في رمضان بدأنا التلت الأول لو تلت الرحمة وتكلمنا عن العيش في كنف رحمة الله سبحانه وتعالى ووده عشان نسلم من أموهمنا اللي بتفسد علاقتنا ومعاملتنا مع الله سبحانه وتعالى فعيشنا في سلام عنوانه الكبير البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ودخلنا في التلت التاني تلت المغفرة وده تلت السلام اللي بيكون في علاقتنا مع الناس وتكلمنا عن أشياء كتيرة ومحتاجين نسلم منها ومحتاجين نستغفر منها كمان مش بس نسلم منها محتاجين نستغفر منها في علاقتنا مع أحبابنا وعلاقتنا باللي حوالينا وتكلمنا عن قيم لما بنعيش بيها وبنعيش معاها بتطيب قلوبنا وعلاقتنا بتتطور وكمان بنتهيأ ان احنا نعيش في جنة الاولى قبل جنة الاخرة فيه سلام بقى اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة بيخلينا نقدر ندوق حلاوة ان احبابنا نعمة ورزق وتجلي من تجليات ود الله لينا وحبه لينا ايه السلام ده سلام من اهم مميزات السلام ده انه بيحسسنا مع الناس اللي حولينا ومع احبابنا بالامان ويملانا كمان معاهم بالامتنان سلام النهاردة سلام خاص قوي ساعات مش هيقدر عليه غير الناس اللي بتتأهل لي وعشان كده عايزكم تركزوا معانا عشان السلام ده كان من احب السنن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل الصحابة مع مكارم اخلاقه كل الصحابة تعلقوا بحب رسول الله السلام ده هو سلام التغاضي 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 يا سادة هو قدرة بتكون عند الانسان انه يتجاوز الاشياء السلبية والاشياء غير مرغوبة وما يردش عليها باشياء سلبية بل يستطيع انه يحتويها فالتغاضي طيب وبلسم للعلاقات قيمة كده بتلين القلوب وتخلي القلب الكاره حبيب ويمكن في علاقات اتمتنت وبقت علاقات رشيدة وجميلة بسبب التغاضي قيمة بتخلي العلاقة اقوى وامتن وادوم ليه طيب عشان علاقة ما فقاش منغسات بس هل ممكن علاقتنا تكون فيه منغسات بتخلينا تنغس علينا التغاضي ده اكتر حاجة ممكن تنغس علينا وتخلي قلوبنا مش قابلين التغاضي ده او احنا مش قادرين على التغاضي ده انه يكون في قلبنا الافة دي افة ايه افة ان احنا نقف للناس على الوحدة نقف لبعض على الوحدة اللي هي قافة القافة اللي بتتحول بيتحول فيها النقد بالدال الى النقد بالضاد يعني ايه بيتحول ابداء الرأي ومحاولة النصيحة والملحوظة بتتحول الى هد وى هدم ده ممكن يحصل ده طبعا ممكن يحصل ده فيه ناس كتيرة هو واحد نسي ان هو يجيب الحاجة وهو جاي اللي قالت له عليه مراته فتبقى مشكلة ضخمة ما تعديش ومع انها دي واحدة بس يوقفت له على الواحدة هي كانت مضغوضة فتعصبت فبقت مشكلة انت عليت صوتك فبقت مشكلة وما انتهتش الاولاد كانوا بيعبروا على رأيهم قاعدين على الغداء او على العشاء فاعبروا على رأيهم في موضوع بثقافتهم الجديدة فاعتبر الاهل ده اللي تأدب وعدم احترام فبقت مشكلة الاب لما شد على الاولاد في حاجة من باب المحبة اعتبروا الاولاد ان هو رفضهم وبيقلل منهم ومش شايفهم وهو في الحقيقة شايف ان هم حاجة ولا تساوي كل ده كل واحد من دولة الاولاد الزوج الزوجة واقفوا البعض على الوحدة احنا النهاردة مش بنتكلم عن الخطوط الحمرة اللي محتاجة وقفة من الناس مش بنتكلم عن ده مش بنتكلم عن حد تشرب مخدرات مش بنتكلم عن حد تشرب خمرة مش بنتكلم عن البنت بتعمل سلوك مش رشيد احنا نتكلم على الامور اللي الناس كتيرة بتستهلك نفسها وتستهلك الاخرين فيها بنقول ان الناس تستهلك نفسها وما تقفش لما يكون في اذى حقيقي لا احنا بنقول ان الناس بتستهلك نفسها لما تقف لما يكون في حاجات ما تستعقش الوقوف لكن احنا بنتكلم عن التغاضي في الامور الحياتية اليومية اللي بتحصل ما بين الحبايب وما بين الناس وبعضها اللي بيعيشوا مع بعض عيشة المفروض تكون عنية لكن بالموقوف على الوحدة ده الحياة بتبقى كريهة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من طبيعا يحسن الحسن ويتغاضى عن القبيح ركن من اركان اي علاقة هو الامان والتغاضي امان عايز تخلي حد يحبك ويعيش معك في امان تغاضى ليه طيب حبيب امن حبيبه بانه ما وقفلوش على الوحدة بانه لو اخطأ عارف انه هو مش هيدبح عارف انه هو مش عيتحط في النوتيزون مش هيفضل يتعاير بالغلط طول حياته ومش هيفضل حد بيعد عليه الاخطاء ويحسبها له ويراكمها له بانه مش هيقلل منه ومش هيقل في نظره وانه محبته هتفضل في قلبه زي ما هي ما يتعلقش بيه ازاي وما يحسش بالامان معه ازاي التغاضي التغاضي علامة من علامات ان العلاقة مبنية على محبة حقيقية صادقة ما بين الطرفين من غير لفردانية ولا انانية التغاضي بيخلي الناس حسين ان هما اندمجوا حسين ان هما شيء واحد حسين ان هما بيعيشوا مع بعض حياة واحدة لكن لما يحس بقى كل واحد بفردانيته ويحس ان العلاقة مش نفعة كده اكيد كل واحد بيروح في سكة ويحس بعض الناس ان العلاقة جاي عشان تسعده تسعده هو الواحد وبس فلو حبيبه اخطأ واعتذر له وقال له انا اسف ان اتعصبت عشان كنت مضغوط يقول له ايه فيقول له انا مالي وانا مالي اه وانا مالي هو انا تقلمت ولا ما تقلمتش بدل اتقلمت خلاص وانا مالي لا الطرف المتغاضي مش بيعيش على انه محور العلاقة انت مش محور العلاقة لكن عينه دايما علمعاه عينه دايما علمعاه واللي حواليه عشان كده تغاضى وكأنه بيطبق كلام حضرة النبي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه دايما بيتفهم الطرف الاخر ويتفهم مصدر عصبيته ايه ويتفهم ديقه ويتفهم ليه حصله كده زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم تفهم الراجل لما جيه يتعامل مع رسول الله فحلم عليه فإنه فإنه حصل فكانت النتيجة إنه أسلم وكل التغاضي بيعمل في قلوب الناس كده بيردهم إلى الحق بيخلي عينهم تبصر بيخليهم يشوفوا الحقيقة فلما تفهم غرض الطرف الآخر من اللي بيحصل كأنه وتحاول تغض الطرف عنه لما تفهم إنه عنده عذره وتحسسه إن الأمر وكأنه ما حصلش وأوقات لما يحس إن عصبيته كان بسبب قلقه أو انشغاله أو حاجة يعمل إيه يروح يطمنه ويجبر بخطره كل ده اسمه التغاضي وجزء من توقع كل حبيب تجاه حبيبه إنه هيصبر عليه يعني جزء من المحبة من مفهوم المحبة بيننا هو التغاضي إن كل واحد يصبر على التاني كلمة كل واحد يصبر على التاني يعني يا تغاضي إنه أتفهمه ولو غلط ما يزعلش منه وما يقيمش الحد عليه وما يعمله موال كبير كل ده معنا التغاضي عند الناس المهم بقى أنا في شخصيتي عشان أحس بالسلام التغاضي بيعود علي بإيه التغاضي من أهم علامات الاتزان مش بيبس الاتزان الاتزان والصمود النفسي والنضوج لإن الاتزان ده والنضوج والصمود ده هو اللي بيخلينا نحط الحاجات في حجمها وإن الحاجات اللي ما نقفش عندها تكلفتها تبقى عالية في حياتنا ده إنسان متزن عارفين التغاضي بينقذ الإنسان من الإسراف وينفق الإنسان من التبذير إنه يبذر وقته ويسرف في وقته في حاجات ما لقاش لازمة وخاصة وإحنا عارفين إنه إحنا كلنا مش ملايكة وإن كل ابن أدم خطاء وخيره خطائينا التوابون وإنه لأينا كده حضرة النبي وكأنه بيقول لنا أن الشرعة سيفتح باب التغاضي فالمتغاضي حقيقة الحقيقي مش بيتغاضي عشان يبين للي معه العلاقة إنه أفضل منه فبيحس الطرف التاني إنه بيتفضل عليه وإنما اللي بيتغاضي بيتغاضي وهو بيحسس اللي قدامه بدون إنه هو يعلم عليه الأكلة دي مليانة ملح وأنا ساكتة هو لا 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 ما بيعملش كده لكن بيعمل إيه بيتغاضي تغاضي آخر التغاضي الآخر ده ممكن نشوفه مع حضرة النبي وكمان نشوفه مع قصته مع السيدة عائشة اللي محدش ممكن يكون التفت إليها بس هي قصة مهمة في شكل التغاضي يكون إزاي ده اللي علمونا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم